بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله معدنا مع المحاضرة الثالثة من محاضرات HTML من السفر حتى الاحتراف النهاردة ان شاء الله هنفرق ما بين التاجز والأتربيوت محاضرة اللي فاتت عرفنا ان ايه التربيوت وعننا الاتربيوت وبارعا خاصية معينة الخاصة دي بتلحق بالتاج علشان خاطر تعمل وظيفة معينة يعني ايه التاج الهدف منه اخبار متصفح انه يعمل عمل معين وليكن مثلا التاج بتاع الفونت الهدف منه انه مثلا يغير في الفونت size طب هيغير فونت size ازاي؟ هغير فونت size من خلال الاتربيوت اللي اسمه size يبقى انا بقوم بعملية اخبار المتصفح بكيفية العمل اللي اتفقت عليه مع التاج التاج هيشتغال على الفونت الاتربيوت يقدر يغير في الsize بتاع الفونت ده يقدر يغير في الفيس بتاع الفونت يقدر يغير في الcolor بتاع الفونت طبعا ناخد الكلام ده بالتفصيل تعالا مثلا ناخد مجموعة من الأمثلة عشان نفهم الفرقة بين التاج والأترويوت أنا عندي مثلا تاج للتاج ده اسمه div وعندي تاج اسمه font وعندي تاج اسمه image img عندي ثلاثة تاجز أقدر أشتغل بيهم النهاردة وأقدر أتعرف عليهم بالتفصيل مثلا نبدأ بالتاج الاسمه div ايه التاج الاسمه div؟ الهدف منه ايه هو اختصار كلمة division يعني تقسيم بقسم مثلا النصوص بتاعة الصفحة هنفترض ان انا اشتغل على النص بس وهنا ممكن اشتغل بالديف ده في اكتر من الحاجة بس هفترض جادلا دلوقتي ان انا هبدأ اقسم الصفحة لمجموعة من الأقسام الكسم الاول هكتبه في اللفت الكسم الاول هيكون في الright الكسم التالت مثلا يكون في السنتر بتاع الصفحة اذا الصفحة قادرة اكتب في اي مكان انا عايزه فيها في الright في اللفت في السنتر وهكذا طب هعمل الكلام ده ازاي ايدي ملف بتاعي لو انا وقفت الright click وقلت له عايز اعمل view للسورس المفصرة ده يظهر للسورس هنا يبقى انا كده عندي اسمت الشاشة بتاعت النصين الجزء ده علشان خاطر اشوف التغييرات اللي عملتها على الصفحة وده الجزء بتاع الكود طبعا زي ما اتفقنا الصفحة بتاعت اسمها ايه الصفحة بتاعت اسمها index index عشان فيه ناس بس سألتني على موضوع index دوت انا لو سميت الصفحة index يبقى انا اقصد ان الصفحة ديت home page index بيساوي home page خلاص كده يبقى انا الصفحة بتاعت ديت الصفحة الرئيسية طب لو انا سميت صفحة ايه اسم وليكن مثلا شريف ما فيش ايه مشكلة خالص سميتها مثلا page one page one ما فيش ايه مشكلة خالص عادي بس طالما سميتها index البراوزر يعرف ان الصفحة الرئيسية اسمها index فلما اجي اعمل upload للملفات بتاعتي اعمل upload لأي ملف انا عايزه لكن لازم تعمل upload لازم ومهم جدا وضروري انك تعمل upload لملف اسمه index dot htm او html ده الاكستنشن بتاع الملف ده امتداد الملف لان امتداد الملف بيحدد نوعه فانا كده بقوله انا عندي صفحة رئيسية عرفت منين اسمها index طيب الصفحة دي عبارة عن ايه ملف ASP ولا ملف visual basic لا لا ده ملف html ده ملف عبارة عن web page عبارة عن صفحة معمولة بال html ده بس على سبيل الايه الشرح والتوضيح الصفحة بتاعتي عبارة عن صفحة html عرفت منين التاج بتاعه html وقفلته ده close tag عندي head وعندي head طبعا ده open tag وده close tag كتبت داخل الhead كتبت title ادي title open tag و ادي title close tag و ادي title بتاعي ظهر لينو my first page وعندي تاج اسمه body ادي الbody و ادي الكلوز بتاع الbody التاج بتاع الbody في مجموعة من الattributes في text ده يعتبر attribute البيجي color يعتبر attribute اللينك برضه يعتبر attribute وما ليه white ده لما اقوله text ب equal white ده القيمة بتاع الattribute يبقى خلي النص ابيض اهو زي ما انت شايفين خلي البيجي color يكون black البيجي color او black البيجي color خلي اللينك يكون blue اللينك لو انا عندي هنا رابط مثلا معين بضغط علي بيودييني الصفحة تانية على سبيل المثال هيكون الرابط ده بدل ما هو كده ابيض لا اخلي ايه blue ده بالنسبة للصفحة اللي احنا شرحناها المحاضرات اللي فاتت طيب انا عايز الجزء بتاع welcome to HTML مال كورس دوت يظهر في الايه في السنتر هقول له ديف واروح اقفل الديف بعدها على طول هروح اقفل الديف يبقى انا كده عملت division يبقى الجزء ده يظهر فين الجزء ده بتاع welcome to HTML كورس هيظهر فين اهو هروح احدد عن طريق الايه الattribute هقول له الالين بتاعه يكون في الايه في السنتر يبقى انا كده اشغال تمام اروح اعمل refresh طبعا بعد لما عملنا ctrl s لازم اسايف لأولي الشغل بتاعي او اقول له file واقول له save انا طبعا باشتغل بالctrl s عشان خاطر بس يكون في نوع من السرعة واروح اعمل refresh ظهر لي في نص الصفحة هاجي هنا عايز اكتب كلمة شريف وشريف ديت تظهر لي الديف بتاعها هو والالين اللي هو الattribute تظهر لي في الright هاجي عندي شريف واروح اقفل الديف ظهرت لي في الايه في الright لما اجعم refresh بنفس القصة هاجي مثلا اعيز اكتب www.free4learn.com وعايز كمان الايميل الايميل بتاعي free4learn.com عايز كل الكلام ده يظهر لي فين الكلام ده لو مستطرين دول يظهروا في ال الright مثلا او خليم في الleft يبقى اكتبوا ما بين اتنين ديف ديف open تاج وهاجي هنا هقفل الديف close تاج هقول له الديف عايز الالين بتاعه يكون فين في الright يبقى عندي تلاتة التربية للديف right و left to a center هخلي يظهر في ال a مثلا في الright او في ال left زي ما اعايز انا هنا اخترت ال left هقول له refresh زي ما انت شايفين كتاب لي بس اكتبوا مني على سطر واحد ما فيش اي مشكلة خالص تعال هنا ما بينهم ويعمل breakline اروح عامل refresh ظهروا لي الاتنين تحت بعض وظهروا لي فين ناحية ال left ده بالنسبة لأول تاج بالتربية بتاعته تعالي اشتغل على الفونت انا عايز اخلي الفونت بتاع جملة او كلمة معينة او مثلا الصفحة ككل يكون five عادي جدا هاجي هنا هقول له مثلا عايز كلمة شريف فين شريف اي دي شريف ايه تعال قبلها وبعدها كده اعمل لي فونت واقفل التاج بتاع الفونت زي ما تعلمنا خلاص بقى قبل شريف يبقى شريف دي هل ستأثر بالايه بالفونت ده طيب انت عايز تعمل الفونت ده عايز اخلي الصيز بتاعه يكون بي ايقو مثلا خمسة وخليلي color يبقى عندي اتنين اتربيوتا لفك عندنا ال color وعندنا كمان الصيز الصيز الفاريه بتاعته خمسة اخلي ال color يكون بي ايقو مثلا اخلي بي ايقو مثلا red اروح شغل ملف بتاعي هقوله F5 زي ما انت شايفين كبر الفونت شوية وخليه بي ايقو خليه ال color بايه red يبقى انا كده شغل تماما بشيء مشكله خالص تعالى نعمل حاجه تاني عشان يبقى ايقو كتبت div align write يبقى خليت شريف ناحية ال write ويبقى ايقو ويبقى ايقو 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 division يعني الفونت open tag و الفونت close tag شريف ده هيكون الصيز بتاعه خمسة وال color بايه red يبقى انا كده شغل تماما بشيء مشكله خالص تعالى نعمل حاجه تاني ال image عشان فينا استعالتنا على ال image فديتها ايه ال image فديتها ايه تاني نعمل image ممكن نمسح طابل اجزال احنا عملناها ديت يعني تاني نمسح الجزء بتاع الدف ده لحد هنا هضغط طبعا control s واروح عمل refresh ما عنديش اي حاجه خلص في الصفحة طبعا عايز اعمل image e img ال image ده ملوش close tag يعني اللي بعمله ده كده غلط الكلام ده كده غلط هروح اشيله ملوش close tag لكن ليه attribute src بإقوال value معينة ده attribute وكمان ليه attribute تاني مثلا انا عندي صبعا اكتر منه attribute بس انا مشرح منهم ايه اجزاء معينة ال al t ال al t ال al t ده attribute وال src ده attribute يبان عندي ده tag الاسمه image ملوش طبعا كله tag وليه اتنين attribute على سبيل المثال دلوقت طبعا ليه اكتر من attribute هناخد اول attribute اللي هو src ال src ده المكان بتاع الصورة اللي انت عايزة تظهر داخل الصفحة لان اصلا ال tag ده ككل الهدف منه ان هو يحط الصورة داخل الصفحة بتاعتك طب انت عايزة الصورة دي تكون موجودة فين مثلا موجودة في نفس المكان بتاع الملف الملف بتاعي اهو تعالى مثلا هجيب صورة الصورة بتاعتي ديت انا عندي الملف اسمه index.html والصورة اهي سواء اللي انت عايز اصلا تظهر امتزاد الملف هو ظاهر هنا index نعدي جدا نروح على my computer وقال له اعيز tools وعايز فولدر options وعايز view وقال له اعيز اروح اعمل بلاش تعملي height للإكستنشن بلاش تعملي height للإكستنشن وقال له اوكي طب وبعدين اروح اعملي هنزل باعلى desktop اهو الملف باع index.html والملف الثاني اسمه الباشا .jpg طيب نغير مثلا اسم الملف نخلي اسم ثاني ولياكم مثلا اسم الملف بتاع الصورة هنسميه مثلا 0 1 كفاية عشان ما احنا عارفين اسم ملف بالصورة طب عندي ملف جي بي جي عبارة عن صورة اسمه 0 1.jpg وعندي ملف بتاع اسمه index.html لو تلاحز الاثنين في نفس الباس في نفس المصار في نفس المكان بمعنة صحة طب ليه انت بتقولي الكلام ده عشان خاطر هنشرح حاجة بعد شوية في نفس الموضوع يبقى انا اسم الملف اسمه ايه 0 1 بس كده لا لازم الامتداد .jpg .jpg اقابر بس الرؤية شوية كده ده اسم الملف اما ليه الALT ده الALT ده بس عشان خاطر يكون عبارة عن كومنت للصورة اكتب مثلا how are you او بلاش تعني اكتب مثلا كلمة معبرة this is Sheriff مثلا ممكن انزل انتر مفيش ايه مشكلة خاصة يبقى كتبت الكود على ايه على سطرين ادي الكود بتاعي الصورة بتاعي اسمه 01.jpg والكومنت بتاعه this is Sheriff هاجي كده هنا اروح اعمل Refresh ظهر للصورة زي ما انت شايفين لو قفت عليها سواني بصت كده بك ايه this is a Sheriff طيب ايه الملحوظة اللي انت كنت عايز تتكلم عنها لما قلتلي ان الملف والصورة موجودين في نفس المكان مش انا عندي الملف والصورة موجودين في نفس المكان طيب اروح اعمل فولدر كده جديد اسمي الفولدر مثلا bics pictures وحط الصورة جوا يبقى عندي ملف اسمه index.html والصورة موجودة في bics هروح اعمل Refresh ما ظهرتش الصورة لكن طبعا ظهر للكومنت طبيعي جدا الكومنت ما تغيرش لكن الباص بتاع الصورة تغير طبع هتعمل ايه اقول له والله الصورة موجودة داخل فولدر اسمه bi sc ويعمل علامة ال a front slash وروح اعمل Refresh ظهرت لك الصورة يبقى انا اذا كل اللي عملته حطيت الباص بتاع الصورة كاملا هادي الفولدر وهو هتعمل باك سلاش لأ بتستعمل بال front slash باعملها front slash وبعد كده بكتب اسم الصورة يبقى انا واحتكتبت هنا الباص كاملا يبقى الرس مش معناها اسم الملف لأ معناها الباص بتاع الملف موجود فين ده بالنسبة للفرق المبين ال a attributes وال tags اتكلمنا عن def اتكلمنا عن font اتكلمنا عن image بشيء من التفصيل وبكده يكون انتهى درسنا النهاردة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته